التوجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أطراف دولية عدة بدأ يأخذ زخماً واسعاً في الفترة الأخيرة على غرار تلميح لولايات المتحدة بذلك يبدو أن بريطانيا تسير في نفس الاتجاه وزير خارجيتها ديفيد كاميرون قال إن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية حتى دون موافقة إسرائيل ما قلناه هو أننا نؤمن بحل الدولتين بريطانيا مع دول أخرى ستعترف بفلسطين كدولة وكأمة واحدة قد يكون هذا أمراً نبحثه عند بداية عملية محادثات السلام وليس شرطاً أن يكون في نهايتها يمكن أن يكون عندما يصبح التقدم نحو الحل أكثر واقعية لكن المسؤول البريطاني وضع شروط لذلك فعد عن الخطوة الأولى وهي وقف الحرب في غزة بالشكل المستدام يشترط كاميرون مغادرة قادة حركة حماس غزة فلندن لا يمكنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل وجود المسؤولين عن هجمات السابع من أكتوبر حسب تعبير المسؤول البريطاني أمر أعلنت حماس مرات عدة أنها ترفضه حتى كالشرط لوقف إطلاق النار في غزة أما إسرائيل فإن رئيس وزرائها بن يمين نتنياهو فأعلن مراراً رفضه لأي خطوة من طرف حلفائه الغربيين نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأكد مرات عدة أنه يسعى لمنع قيامها ويرى البعض أن تأييد بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة دون موافقة إسرائيل قد يزيد من الضغوط عليها ويدفعها نحو العودة إلى طاولة المفاوضات ترجمة نانسي قنقر